في المتابعة ينمو إلينا من موسكو يوسف بيقار مرسل غد يوسف بداية أطلعنا على المستجدات الميدانية خاصة بعد تصريحات توكاييف تتواصل تطورات الاحتجاجات في كازاخستان ويواصل الأمن الكازاخي وواصلت ما وصفه بمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة على لسان الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف الذي أكد في آخر خطاباته بأن كازاخستان تعرضت لهجمات من طرف جماعات إرهابية ولصوص من الداخل وجماعات أيضا أجانب حسب وصفه مؤكدا بأن الجيش في كازاخستان وقوات حفظ القانون ستواصل عمليات محاربة الإرهاب وبأن كل من لا يستسلم للأمن في كازاخستان سيتم تصفيته هذه التصريحات تأتي بعد وصول قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة أو معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا القوات الروسية وصلت تباعا منذ الأمس وزارة الدفاع الروسي أكدت بأنها أرسلت حوالي 70 طائرة عسكرية لنقل الجنود الروس والمعدات العسكرية لدعم كازاخستان بعدما تقدمت بطلب رسمي في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي وزارة الدفاع الروسية اليوم أكدت بأنه قوات حفظ السلام الروسية وقوات الجيش في كازاخستان تمكنان من إعادة السيطرة على مطار المطار وبأن مهمة قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة الأمن الجماعي ستكون مساعدة الجيش في كازاخستان والشرطة في كازاخستان هل هذا يعني أن قوات حفظ السلام هذه المبوثة من قبل موسكو تعمل أيضا بتعليمات من الرئيس الكازاخي؟ هناك إطار وهناك بنود في منظمة الأمن الجماعي التي ترأسها حاليا أرمينيا بشكل دوري الأمين العام لهذه المنظمة ستانيسلاف ساز أكد بأن مهمة هذه البعثة أو قوات حفظ السلام تكمن في مساعدة الجيش الكازاخي على إعادة السيطرة ومحاربة ما سماه الإرهاب لكن عندما ننظر في تعداد الجيش أو القوات التي أرسلتها روسيا حاليا إلى كازاخستان فيها الكثير من وحدات الإنزال الجوي والاقتحام والقوات الخاصة التي تتمتع بخبرة كبيرة في سوريا ما يطرح الكثير من التساؤلات حول أهمية أو الدور الرئيس الذي ستلعبه قوات حفظ السلام المرسل خاصة من روسيا في كازاخستان وأي دور سيكون لهذه القوات هل هو فعلا مساعدة الجيش في كازاخستان على إعادة الاستقرار ومحاربة الإرهابيين أم أن هناك سيناريوهات أخرى تستعد لها كل من كازاخستان وروسيا ومنظمة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا بحكمها أكبر دولة وأكبر قوة عسكرية في هذا الحلف العسكري الخبراء يقولون بأن روسيا وكازاخستان ومنظمة الأمن الجماعي يستعدون لأي سيناريو خاصة وأن هناك إشارات أو تصريحات تؤكد بأن الاحتجاجات التي وقعت في كازاخستان مستوحات ميناء الخارج وبأن الهدف منها هو إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى التي تعد مكانا استراتيجيا بالنسبة للأمن القوم الروسي يوسف بيقار مرسل غد كنت معنا من موسكو شكرا لك ترجمة نانسي قنقر